اهلاً وسهلاً بكل أستاذ المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشعير أكلة أمي بمنازمة العيد النهاردة بنعيد طبعاً على إخواننا الأقباط كل عام وحضراتكم بخير وإحنا على أرض واحدة ودم واحد بمنازمة العيد وبمنازمة الجميلة الأكل بتاعنا النهاردة بيكون مختلف وكتير المينيون النهاردة يعني إحنا مزودين الأكل النهاردة وكلها لحمة في لحمة معنا النهاردة مع بعض هنعمل ورقة اللحمة بطريقة مختلفة على مدرسة المغازل دايماً ورقة اللحمة بيكون فيها شوية زفارة مش بستوية مع الخضار أنا معايا لحمة النهاردة كندوز هعملها ورقة لحمة بتوابل الشيف وبتركات الشيف هنشوف نعملها مع بعض إزاي معايا شربة الحريرة النهاردة مكوناتها كتير قوي فيها البروتين النباتي مع البروتين الحيواني فيها الرز فيها لحمة كل ده نشوف نعملها مع بعض ازاي معايا كوسة النهاردة الكوسة اللطيفة من خير أرضنا هنعملها كورجيت برزيان أو الكوسة الجلتان مع الجبنة واللحمة المفرومة مدرسة المغاز برضه هتعجب حضراتكم المفاجأة بقى النهاردة المطبخ المصري أم علي أم علي دايماً بنعملها بعجلة الملفية فانا هعملها النهاردة طبعا بالكروسون الكروسون ده بنجيبه من اي محل او مغبوزات بنعملوا النهاردة مع بعض امه علي مع الاشتا والمكسرات مش عايز تقول حضراتكم لان فيه تفاصيل كتيرة في الحالة النهاردة مقادير امه علي على الشاشة كروسون اشتا سكر فانيليا حليب كامل الدسم مقادير بسيطة وسهلة تاني كروسون سادة معانا اشتا وسكر وفانيليا وحليب كامل الدسم تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بس قبل ما تشتغل في الحلوة يا مغازي تجاهز نفسك كده من البصل والتم تتخلص منه وكمان الجلافز اللي انت لابسه ده تغيره عشان ما تسمعش تعليق لطيف وحلوة على السوشيال ميديا اه شفت الحلوة اه وانت يازم في المطبخ كده اه بالشكل ده كده اه وتعالوا نشتغل مع بعض امه علي امه علي هي طاجنة ولكن الشطارة في انك لما تيجي تعملوا امه علي سواء بتعملي طاجن بامية باللحمة الضاني سواء هتعملي دلوقتي امه علي وتواجد الفخار طوروها دلوقتي وبقى اشكالها حلوة جدا معانا واحد زي ده كده اه تعالوا نشوفوا ازاي هنعمل امه علي فيه اه حلو الكلام انا بفضلها دايما في الفخار حتى الزبادي تقدروا تعمليه في الفخار يبقى نطيف وجميل المهدير على الشاشة الحليب بيغلي تعالوا مع بعض تشوف ازاي نعمل الكروسون امه علي هناخد الكروسون بالشكل ده كده زي الفل اه التواطيعة دي لطيفة كده اه الشكل ده كده معانا حليب بيغلع النار شفت انا رتبت للحلو ازاي حضرت نفسي طالما هشتغل في حلو اي حاجة فيها بصل اي حاجة فيها توم ببعتها عني خالص اه تخسلي ايدك مش لازم جلافزات في المطبخ انت بتأكل اولادك اه ما فيش اي مشكلة اه حلو ساهل ولطيف ويكفي ان هو امه علي على الطريقة المصرية اه تعمل بالاشتباية تعمل بالمكسرات زي ما انت عايز زي الفل نرجع للحليب بتاعنا اهود زي الفل نجي مضرب معداشة على تم ولا على بصل بالشكل ده كده ونحط السكر ونحط الفانيليا عينية عادر زي الفل ونقلب دول كده فانيليا مع سكر انا بقى من الناس اللي بيعملوا التركاية الحلوة ايه هي بتحط بكسرات زي فل سوداني زي جوز الهند ايه المشكلة لما تحطيهم في قلب الحليب كده ياخدوا غالوة شوية اه وفيه فوز دق حلب كمان اه زي الفل عشان لما ماما تكون عندك او حماتك كلت منها المكسرات دي ما تعملهاش مشكلة مع السنان كبار السن انا منهم طبيعي لما بناكل امو علي بناكل في حاجة فيها مكسرات بنواجه مشاكل اللي تلاقي المكسرات اسية شوية واحنا بناكل خلي بالك فاني انا حطها مع الحليب بتغلي كده سيبونا يهلب الحليب مع المكسرات هي دي تركاية عشان اساعد على ان المكسرات تبقى طرية مع عجلة امو علي تمام تاخد الحليب بتاعنا ده كده نحطه على وش امو علي واندخلها الفرن عشان وقتنا خلاص ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده جبني التفاصيل دي الله يبارك لك المكسرات ده بتوسحت مع الحليب يزلنا بها كده اه امو علي شوية المكسرات دول مطلوبين هجاوبك والله قولي ما تنساش اجابة السؤال ليه سموها الحريرة حالا دلوقت وانا بغرفها هجاوبك دي مكسرات ايه شفتوا المكسرات دايبة دوبت ازاي هدخلها الفرن عشان تاخد وش الله مصلى عملي تعالي يا حلوة والكوسة كمان تخش الفرن تعالي يا حلوة عشان الجبنة تسيح ونرجع لتفاصيل الشر بص على الحلاوة بالله عليك حبيبنا يا مخرجنا ايه الحلاوة دي امو علي تتصدر القائمة فوق على شبكة الفرن تحتها المطبخ الفرنسي الكوسة الجلتان مع الجبنة البرمجان تعالوا مع بعض نشوف ايه في الفرن امو علي جاهزة خادت اللون والحمرار نطلحها مع بعض ده الانتاج بتاعنا كل مننا يعمل في حقلة في مكتبة في شغلة بيفرح جدا لما بينتج عمل كويس اه دي امو علي بص على بخريك ده الجميل التفاصيل عشان احنا بنشتغل بسرعة النهاردة عشان الشغل بتاعنا انا بدأت اول حاجة بيها ورقة اللحمة عملت هي يا شيف خدت لحطة اللحمة الهبرى بدون عدم طبعا كان دوز او ضاري خدت الصدمة النارية مع علاية زيت من غير اي توابل خالص مع عود روزماري لطيف وجميل اللحمة هنا خدت الشماخة وطعم الرزماري حلو الكلام وعملت صدمة لها فتكل اللحمة لها حطة زي الملبس وكمان الخدار بتاعنا شوحناه ونزلنا كله مع بعض وقفلنا عليها بورق زبدة وورق فويل زي ما حضراتكم شايفين شربة الحريرة مكوناتها وعناصرها الغذائية كفيلة ان هي تقول هي الحريرة يعني جميلة فيها كل حاجة فيها الحمص فيها الرز فيها العدس فيها اللحمة اصبحت ان الوجبة دي وجبة متكاملة مع طبق صدد الفتوش او تبولة ام عالي المصرية اللي بتتكلم مصري تفاصيلها تقدر كل ام عندها زحمة شغل مش فاضية عدها استقبال النهاردة بنعيد على بعضينا النهاردة تخش المطبخ في خلال ثلاث دقايق هتعمل ام عالي بعجلة الكروسون او بالكروسون اللي موجود في اي سوبر ماركت على نصية الشارع ده المطلوب هنطلع مع بعض ام عالي بن الفرد اصدق الكوسة بتاعتها الجراتات جاهزة زي الفل اه اللهم صلع النبي تعالي يا حلوة طبعا الجبنة طعمها وريحتها لطيفة جد الف هنة وشيفة للي ياكل الصفرة بتاعتنا النهاردة بنيديها لكل حبايبنا واخواننا الاقباط كل عام وحضراتكم بخير بنعيد بطرقتنا بالشكل ده كده وفي تناول الجميع يعني حاجة مش زحمة دي الاشطة اللي بتحطيها لأم عالي مطبخنا النهاردة متميز من ماس بيرو يعني رؤية يعني فن يعني ابداع كل يوم منيني عم الشيف من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة